السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ نشرح لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفاعلوا جرسي التنبيهات وتخلوا على جميع المقاطع كمان لدعم القناة كل اللي عليك إنكم تبحث على قناتنا الثانية JJJ1X أول ما تبحث هتطلع لك هذه القناة تضغط اشتراك وكمان تفاعل الاشعارات لكي يصلك لكل جديد القناة تحتوي أشياء كثيرة عامة ما حبينا نطول عليها وممكن تروحوا تتفحصوها بنفسكم ونروح لبداية الشرح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإجمعين أما بعد الشرح اليوم راح نتكلم في كورس جديد راح يكون اسمه General Surgery هيتكلم ما الـ General Surgery الكبيرة راح نتكلم من General Surgery الـ Emergency الحاجات الطارقة أوكي هذا كورس راح يكون جديد طيب قبل ما نبدأ نتكلم إذا حبي معلومات عامة تكون عندكم ممكن تتابعونا على قناتنا الثانية JJJ1X موجودة على اليوتيوب أو ممكن تدخلوا على قنواتنا هنا وتلاقوها موجودة كمان هذه القناة فيها أشياء عامة وصحية وأشياء نعتبرها كل شخص لازم يكون عارفها بطريقة بسيطة وكل يمكنك أن يفهمها سواء طالب في التخصص الطبي أو شخص عادي في المجتمع الذي نحن نحاول فيه طيب نبدأ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم في اللكشر الأول أو المحاضرة الأولة اللي هي Preoperative Assessment , Preoperative Assessment من كلمة PRE بمعنى قبل Operative العملية أو الشيء اللي نحن نفعله Assessment اللي هو تقديم أو تقدير طيب إحنا حينما حابين نقيم المريض اللي حيجينا قبل العملية مقصود فيها كده تقييم المريض وتشخيصه قبل البداية في الأوبوراتيب في الشغل اللي انت هتبدأ تسويه سواء عملية سواء رح تصف علاج سواء رح تسوي أشياء كثيرة ثانية رح نتكلم عليها انت التقدير أو التقييم هذا اللي انت رح تقيمه إيش هو؟ إيش هي خطواته؟ إيش أهم النقاط فيه؟ اليوم رح نتكلم عليه بما أننا رح نتكلم على general surgery فأغلب الأشياء رح تكون surgical أي عمليات رح نسويها سواء من إزالة من استعصال إلى آخره إلى آخره طيب نبدأ أول شيء introduction مقدمة Many patients requiring inpatient elective procedures معظم المرضى معظم المرضى محتاجين elective procedures elective procedures يعني إجراءات مختارة في ال-impatients يعني أي شخص بيدخل عندنا يصير impatient يعني بيصير مريض داخل المستشفى لازم نسوي له إجراءات مختارة يعني بيدنا ما هي حالة طارية elective بمعنى أنه شيء أنت ممكن تسوي الآن ممكن ما تسوي الآن بس المقصود فيها هنا أنه مختارة يعني ما في حالة الطوارئ في حالة الطوارئ الحياة والموت هذه مسألة ثانية elective procedures arrive in hospital لما يكون عندنا موجود في المستشفى on the day of surgery يعني في حالة في يوم العملية في حاجات لازم نسويها أو إحنا بنقدر نسميها زي ما قلنا therefore pre-operative يعني assessment يعني الأشياء اللي أو التقييم اللي راح نقيمه قبل العملية أوكي وهذا بما تسمى بالhistory sheet هنتكلم بعدين عن الhistory sheet وش هو أهم النقاط الأساسية اللي فيه المهم طيب clinic may be the only opportunity الفرصة الوحيدة to gather all information optimized اللي هو إيش الكم orbitities إيش المقصود الكلام هذا يقول لك إنه في الpre-operative assessment هذه اللي قلنا عليه الخطوات اللي قبل العملية هي ربما تكون الفرصة الوحيدة only opportunity اللي نتجمع فيها للمعلومات المهمة اللي تتعلق في المريض أوكي وكمان الأمراض المصاحبة أوكي هذه الأمراض optimized اللي هو comorbidities comorbidities هي الأمراض المصاحبة أوكي عشان كده لازم نعرف أنه ممكن هذا الفرصة الوحيدة اللي احنا نقدر يعني نجمع فيها المعلومات لأمراض المصاحبة للمريض هذا هذا المقصود في الجملة أوكي فهذه الفرصتنا وحيدة عشان كده الpre-operative assessment تعتبر هي نقطة المحور اللي ممكن تغير من حالة إلى حالة من عملية إلى أخرى أوكي في أشياء لازم أو تقييم لازم أسويه هذا التقييم بيساعدني لتنظيم الأناسيزية اللي راح أسويها مادة التخدير هيساعدني أثناء العملية كمان أيش المواد اللي لازم أحتاجها وقت العملية وكمان النصائح اللي راح تكون بعد العملية كل هذه الpre-operative assessment زي ما قلنا تكون بفور سيرجري أكشلي تيكس بلايس يعني قبل ما العملية أصلا تبدأ يعني هل الpre-operative assessment إحنا نسويه قبل العملية ما تبدأ طيب قبل ما نتكلم عن الpre-operative assessment أهم شي عندنا الـ aim of pre-operative assessment هدف الpre-operative assessment إحنا ليش نسوي الpre-operative assessment زي ما قلنا pre-operative assessment هي من أهم النقاط اللي تكون ما قبل العملية وهي ممكن تغير مجرى العملية كمان فليش إحنا نسوي الpre-operative assessment هو علشان assist the patient fitness for surgery الـ aim إيش الـ aim اللي هو الهدف aim is to assess the patient fitness for surgery إيش المقصود في هذا الكلمة؟ المقصود فيها إنه تقييم حالة المريض الفتنسية اللي هو إيش إنه المريض مستعد للـ surgery إنه إحنا ممكن نسوي هذه العملية لهذا المريض إنه في عمليات contraindication أي إيش موانع أو تكون ممنوعاً إنه أسوي هذه المريض بسبب إنه عنده مرض فلاني إنه يستخدم العلاج الفلاني إنه كذا إنه كذا إلى آخره ممكن عشان العمر كمان في بعض العمليات يعني contraindication ممنوعاً لا يفضل استخدامها موانع الاستخدام فهذا الهدف من الـ preoperative assessment إنه إحنا نأخذ معلومات مهمة جداً للأمراض المصاحبة اللي في هذا المريض والأشياء الثانية والمعلومات الخاصة فيه على أساس نشوف هل هذا المريض مستعد إنه نسوي له العملية وإلا لا أوكي بهذه النقطة إحنا نكون عرفنا كيف نقدر يعني نسوي الـ preoperative assessment طيب نقطة إحنا مش قلنا في حاجة اسمها history sheet طيب history sheet هذا له يعني له نقاط أساسية أوكي طيب السؤال يطرح نفسه how to know the patient is quite fit for surgery يعني هل المريض هذا جداً مناسب للعملية هذه سؤال ثاني يقول لك يعني صيغة ثانية للسؤال can the patient tolerate the surgery يعني هل المريض يستطيع تحمل العملية هذا هو الـ preoperative assessment لو جوابت عن هذا السؤال هل المريض يستطيع تحمل العملية ولماذا إذا جوابت على هذا السؤال هذا هو عملية الـ preoperative assessment طيب كيف أنا أعرف يجاوب على هذا السؤال علشان تجاوب على هذا السؤال لازم تسوي حاجة اسمها history sheet history sheet هذا بيشمل حاجة اسمها history اللي هو تاريخ المريض اسمه عنوانه سكنه رقم جواله العمر وإلى آخره أوكي؟ وبعض المعلومات الكلينيكية اللي هتسأله عن بعض الأمراض اللي عنده بعض الأشياء المتعلقة بالأسنان بعض الأشياء المتعلقة في جسمه بشكل عام بعض الأمراض المنتشره عنده بعض الأمراض المسمنة رح تكون كلها موجودة في حاجة اسمها إيش؟ history والhistory تنقسم إلى قسمين قسم اسمه personal data data personal data personal data يعني معلوماته الشخصية اسمه عمره وإلى آخره القسم الثاني اللي هو chief complaint okay chief complaint chief complaint chief complaint يعني اللي هو بيسموها اللهم صلى على محمد بيسموها شنوب العربي بيسموها يعني السبب اللي هو جاي علشانه okay يعني يقول لك أنا جيت والله علشان حاس في ألم في بطني في الجهة اليمين هذا يسمى chief complaint okay والله أنا جاي علشان عندي ألم في سني هدثار والألم إلى آخره يعني سبب قدومه للمستشفى أو السبب ليش هو أصلا جاي تمام؟ طيب الفرع الثاني بعد الhistory في حاجة اسمها اللي هو إيش؟ clinical examination okay clinical examination المقصود فيها الفحص يلا أنت في الهيستوريشيت كان عبارة عن أسئلة والمريض هو اللي يجاوض بي clinical examination انت تفحص okay أستاذ الله انت تفحص يعني تفحص ضون عينه عشان تشوف إذا كان عنده جوندس يرقان صفار عنده مشكلة عنده سكار عنده أي شيء انت رح تفحصه okay اللي هو clinical examination المرحلة الأخيرة قبل الـ قبل التشخيص حاجة اسمها investigation انفكايشن انفيش انفكايشن 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 ايش المقصود الـ انفكايشن الانفكايشن ممكن نحطها بين قوصين كده يعني هو مو المعنى الكامل لكن نقدر نقول انه هو التست التست الفحص يعني انت والله بعد ما شفت المعلومات اللي اعطاكي اياها بعد ما شفت بعد ما فحصت يعني شفت والله مثلا عينه صفراء أو عينه بيل بيل يعني pink لكن كده فاتح شوي فالمهم يعني انت شفت العين مثلا نقول بيل أو صفراء فانت كده حطيت في احتمال عندك انه يكون جوندس لكن انت لو جيت قلت انه في جوندس او اليرقان هذا راح تكون اعطيت دياغنوزيس يعني اعطيت تشخيص لكن تشخيص هذا برضو باشياء نظرية ما في شي يعني دليل فانت عشان تؤكد معلوماتك وفقا لي الاعراض اللي انت شايفها انت درست انه هذه الاعراض هي اعراض الجوندس لكن انت عشان تثبت هذا الشي لازم تسوي تست اختبار تفحص مثلا البول الله يكلمك تفحص مثلا الى اخر تفحص عن عدة فحوصات ممكن تسويها الفحوصات هذه هي هي اللي انت تثبت فيها اللي تتأكد منها بعض الحيان انت تكون شخصة انه عنده تيوبر كلوسيس او مرض الدرن فانت تسوي اكس راي تسوي اشيعة للصدر عشان تتأكد ايوة هذا هو تيوبر كلوسيس ولا لا او التي بي الامراض والاشياء اللي قلتها هي عبارة عن مثل عشان تفهملك كنت عارفها كان كويس وراح تسهل عليك في المستقبل ما كنت عارفها لا تخاف هتأخذها واحدة واحدة سواء في المحاضرات هذه او في المحاضرات الثانية اللي يمكن اقدر اشرحها يمكن ما اقدر اشرحها لكن مع الوقت ان شاء الله تكون فهمتها اوكي طيب اول خطوة نرجع للكلام احنا خلصنا من الانترو داكشن في البيئي اوبراتيف اسيسمنت اولا الهيستوري اللي تكلمنا عليه هنا اوكي طيب الهيستوري شود بي تيكن يعني لا تمتأخذ الهيستوري هذا الخطوة الثانية examination performed اوكي يعني الفحص لازم تسويه and relevant investigation هذه الخطوة الثالثة الinvestigation تكون related او تكون يعني هي اللي تأكد الهيستوري تأكد ايش examination ordered يعني لازم تطلبه تطلب فحص دم تطلب فحص بول تطلب فحص الاخر طيب بعد ما تسوي هذا كله focused يعني التركيز لازم يكون موجه الى specific problems uncovered يعني انت بعد هذا كله هتكون هطيت لي نفسك guidelines هطيت لي نفسك خطوط وإرشادات انه خلاص بعد هذه اه انا لازم يكون عندي المرض الفلان فلاني يكون عندي التشخص الفلان فلاني سيرجري can't be made risk free يعني ما في اي عملية رح تسويها وما فيها اي خطر فيها خطر كل عملية فيها خطر حتى لو كان نسبة النجاح العملية 100% ففي اخطار خارج النطاق العملية فايش ما في عملية ممكن تكون risk free يعني خارجة من المخاطر but risks يعني المخاطر must be none اوكي يعني لازم تكون معروفة يعني لو في مخاطر تكلم المريض انه انت عندك ممكن يصير كده كده لو سوين العملية اه لو صار في خطر رح يصير عندك كده كده اوكي لو صار في infection او عدوة رح يصير فيك كده كده لازم انت تبينها علشان ايش so that the patient can make an informed decision يعني المريض بعدين يقدر يقرر إذا كان يعني أوكي أنا أسوي العملية ولا ما أسويها هنا تعتمد على مين على المريض يعني يعني في عمليات معينة بتكون نسبة النجاح 20% أوكي فأحيانا المريض مستعد إنه يتحمل العواقب اللي أنت هتقولها الرزق مقابل إنه يعيش الحياة اللي بيعيشها بعد العملية فلازم إنه هذه الرزق تكون وعض حال إنه فيه رزق ممكن هو يتحملها فيه رزق ممكن هو ما يتحملها فلازم تكون مبينة عشان هو يقدر يعطي يعني قرار مدروس زي ما يقولوا أوكي طيب هنتكلم عنها بعد شوية فيه نقطة كده بكلمكم عنها بس بنتكلم عنها بعد شوية طيب الخطة اللي هي قبل العملية عادة تعطينا أو نتيجة أو نتيجة نتيجة كويسة أو أفضل نتيجة للمريض طيب جمع المعلومات المهمة علشان تصل إلى اللي تكون تعطيك يعني تحقق الظروف المثالية لاختيار العملية ونختار العملية اللي تكون فيها أيش أقل مخاطر وأقل مشاكل بعدين أعلى 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 يعني 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 فوائد أو يعني أشياء مفيدة فتعطينا ماكسيمم بنيفت ومينمم ريسك فعندنا أنتسيبيت أنتسيبيت بمعنى توقع أنتسيبيت سوري أنتسيبيت أنت بلان فور أدفيرس إيفن انفورم إيفريون كونسير يعني جهز نفسك وتوقع وحط خطة لأي حدث أنت ماكت متوقعه وبنفس الوقت نبه أي شخص يهمه الأمر يعني أي شخص العائلة الدكاترة السطاف اللي معاك يعني المساعدينك اللي يشتغلوا معاك وكذا ضي نبدأ في النقطة الأولى اللي هو الهيستوري تايكين الهيستوري تايكين نتكلمها في نحاضرة القادمة بإذن الله عشان المودة طويلة والرفع ياخذ وقت وكما عودناكم والسلام السلام عليكم نفت الله وبركاته قبل ما نبدأ نشرح لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرسي التنبيهات وتخلوا على جميع المقاطع كمان لدعم القناة كل اللي عليك إنكم ممكن تبحث على قناتنا الثانية جي 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 وان اكس أول ما تبحث هتطلع لك هذه القناة تضغط اشتراك وكما تفعل الاشعارات لكي يصل لك لكل جديد القناة تحتوي أشياء كثيرة عامة ما أحب أن أطول عليها وممكن تروحوا تتفحصوها بنفسكم ونروح لبداية الشرحة بسم الله الرحمن الرحيم